سلمت سمو الأمير بسمة بن طلال رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان مساعدات طارئة قدمتها الحملة لأسر عفيفة في منطقة بورمى بمحافظة جرش كما وزعت سموها ملابس وهدايا العيد على 60 طفلا من الأيتام والمحتاجين في المنطقة أكدت سمو الأمير بسمة بن طلال رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان خلال توزيع المساعدات في قضاء برما بمحافظة جرش حرص الحملة بالتعاون مع شركائها على المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للعسر والفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة وحيت سموها المرأة والأمة الأردنية وجميع الأردنيين بمناسبة يوم الكرامة وعيد الأم مشيدة بدور المرأة وتضحيتها في مسيرة بناء الوطن والأسرة الأردنية مؤكدة أن المرأة الأردنية تحظى بدعم واهتمام من جلالة الملك عبد الله الثاني وهي مثالا للبذل والعطاء في يوم الكرامة في يوم عيد الأم هذه الزيارة نعتبرها عيد على قضاء برما الهاشميين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في أعمارهم أصحاب الأيد النظيفة زيارة سموها أثلجت صدور المواطنين في قضاء برما وأنت رأيت بأم عينك تدافع الناس للسلام على سمو الأميرة واستمعت سموها لعرض قدمه مدير مركز الأميرة بسمى للتنمية في جرش عن النشاطات والبرامج التي تقوم بها الحملة في المحافظة وعرضت رئيسة جمعية شهد الصباح الخيرية واقع ونشاطات الجمعية اليوم كان عندنا افتتاح لمطبخ انتاجي كان بتبرع من صندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مركز الأميرة بسمى تم افتتاح اليوم تحت رعاية سمو الأميرة بسمى الحمد لله رب العالمين سيدات عندنا نشطات مشتهدات صاحبات خبرة لدينا الرغبة بانهن ينتجين ويشتغلين وسلمت سموها بحضور محافظ جرش فراس الفاعور الملابس وهدايا العيد التي قدمتها الحملة لعدد من الأطفال الأيتام والمحتاجين في المنطقة محمد سالم نقضاه التلفزيون الأردني محافظة جرش